بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا جماعة ربكم بخير ان شاء الله بقى هنسكن من الاسئلة بتاعت الامتحانات دي نحلها مع بعض كده على السريع معناه اول سؤال هو انها بقس كل شوية الوزن بتاعه فبشوف بقى البرست ملك دوان اديكوات ولا مش اديكوات تمام؟ يبقى معدل الويت جين هي اللي بنتبعها بعد كده معي بيقول لي بتتمايز بان هو الطفل اللي بيكون عنده مايكروكفالي تمام بعد كده بقى بيقول لي ان اديش ان تقول في تلاتة ويكوات قال لك ان انت بتلاقي ان الطفل ده لو عنده فهو هتلاقيه ما بيأكلش حالو لان هو كل ما بيجي يأكل بيتعب بينهاج فبيعرفش يأكل تمام؟ اه تمام اه بعد كده بيقول لي اه الانفنت بيضاعف الوزن بتاعب عند اربع شهور وهو متش الويت شود انفنت جين بردي ديرينج الفرست ثري ويكوات اللي هو خمسة وعشرين جرام بردي اللي هو ان اسم سبعمية وخمسين على الشهر فيه تلاتين يوم تمام؟ فهيطلع لي بقى ايه خمسة وعشرين خمسة وعشرين دوان كل يوم يعني تمام؟ اه بعد كده عندنا البرماننت هو ايه انه يكون عنده مثلا انجلات توزيمي حين كان عندنا البرماننت بالنسبة للام انه يكون عندها مثلا او او تكون مثلا تاخد ادوية او ان هي تكون بتخسل والطفل انه يكون عنده الميتابوليزم اللي هو ادوية طيروزونيميا فينال كوتونيرية وكده بعد كده عندك اللي هو الهيد ده قصدي بيزيد بمعدل اتنين سنتيمتر وبعد كده في تلاتة اللي بعدهم كان بمعدل واحد سنتيمتر والتلاتة اللي بعدهم بمعدل نص سنتيمتر جميل بعد كده مبيكونش موجود في حالة اللي هو الهو ال ايه احنا كنا بنقول اللي هو الانتيرو من جماعينهم في كلمة سيدرو السي كريتينيزم اللي هو هاي بسيروديزمي يعني والدي اللي هو داون والأور ريكتس والإتش هايدرو كيفلس والأو استيجينيس إمبريفكتا فهيتفضلي بقى اللي هو إيه في نال كترنرية بعد كده عندك اللي هو الديلايد ووكينج تعني إيه نقبل تتول ووك أنتيل زا إيتج أوف لحد سن 18 يعني مثلا إحنا كنا بنقول إنه هو بيمشي الواحده عند إيه عند 15 شهر تمام فهو تعتبر إنه متأخر لو قعدنا لحد 18 شهر بعد كده عندك اللي هو الـ medical student is asking about the meaning of the balance translocation في البارينتس فهيجيوب عليهم بإيه عندنا أول حاجة ديان إن الـ genetic material فيهم بيكون 45 هي دي صراحة يعني صاح بس بس الإجابة هتكون اللي هو الـ genetic material is ribosomal DINI ديان في اللي هو البنك بتاع الجيناتك ده تمام الباقي بقى كل وقت يعني مثلا الكروموسوم بيكون more in one of البارينتس لأ ده هو أصلا عدد الكروموسومات بيكون قليلة 45 أصلا الافكتد بارينتس بتكون صاب كلينيكا الكاسو في الدون لا هي مش صاب كلينيكا هو مش ظاهر عليهم أي أعرض أصلا الـ % of the being is more لو الفازر افكتد لا ده الدون بيكون أكتر من الأم يعني بعد كده بقى بيقول لك 19 which of the following isn't manifestation of the vitamin D toxicity الفيتامين D toxicity كنا بنقول إن هو بيعمل JIT manifestation ورينة manifestation و CNS manifestation الـ JIT إن هو بيعمل anorexia وفومتين كونسباشل الرينة كان بيعمل بوليوريا و بليدبسيا و CNS كان بيعمل irritability وهيبر أسليتوني تمام فديقول له صاح ما عدا بقى لإيه ما بيعملش هيبات وميجل ما بيعملش هيبات وميجل جميل بعد كده عندنا اللي هو إيه بيقول لي is a child's weight is on the seared centile what does it mean يعني كده إن 3% من الأطفال دول تحته lighter يعني بعد كده بقى بيقول لي newborn infant with stigma المهم يعني عنده down syndrome عنده heart murmur تمام which of the following cardiac lesion ممكن تكون عنده الداون بيكون عنده اللي هو VACD والACD اللي هو atrioventricular mean difficile طفل عنده 8 شهور تمام جاي بيقول لك عنده 8 شهور تمام فانت متوقع إيه هو يعني بيقول إن هو build tower office reblock وصراحة build tower ده إحنا بيبنيه عند سنة ونص اللي هو 18 شهر فلو هو قصده 18 شهر وهنا غلطة مطبعية ماشي لكن لو هو 8 شهور فإحنا كنا بنقول اللي هو بيتشاء اللي بيعند 8 شهور اللي هو بيرول from back to front يعني فلو 8 يببى roll from back to front لكن لو هي 18 يببى D فمش عارفة بقى الإجابة هتكون إيه بعد كده بيقول لك إيه طفل عنده سنتين أمه جايبة وعندها 40 سنة يعني جينا في حصنا لإينا أنه عنده لوسة إير وبايلاترارتسيميان كريز تمام وكلينو ضاقتايلل وصلانتد بالبيبرر فيشر وهارت ميرمر على طول دوان إيه دوان فإيه بقى الإكسبيكتد اللي انت ممكن تشوفه كمان بجانب دول لو يكون عنده هايبوتونيا الطفل الدوان بيكون عنده جنراليز ده هايبوتونيا اللي هي بيكون فلابي بيبي كده بعد كده 26 زي النورمل بيكون بيكون متر المهم يعني الطفل بيكون بيوصل لمتر عند سن كام 4 سنين احنا قلنا بيضاعف وزنه عند أربع عند أربع إيه عند أربع شهور وبيضاعف طوله عند أربع سنين فهو الطفل بيتولد طوله كام 50 سنتيمتر تمام فهيضاعف الطول دوان عند إيه عند اللي هو يصبح 100 سنتيمتر اللي هو متر يعني تمام عند أربع سنين بعد كده بقى بيقولك هو إن إحنا نقيس 25 هيدروكسي وفيتامين د هو المفروض إن إحنا نقيس الواحد وخمسة وعشرين بس هي الإجابة هكونا اللي هي رقمئة بعد كده بقى بيقولي مايكرو ديليشن سندروم مايكرو ديليشن كان عندنا حاكتين ويليام السابع ويدي جورج اللي هو 22 ويليام سندروم ويدي جورج بعد كده عندنا بيقولي طفلة سبع سنين جاي عشان يحصل أغالوية المهم يعني إيه الأم جاية تشتك إنه هو في فصله يعني تمام لما جينا في حصنا لقينا إنه هم نورمال تمام نورمال بادي بروبرشنات فإيبقى وهو شورت ستيتشر وبروبرشنات شورت ستيتشر كمان فإيبقى اللي بيعمل بروبرشنات شورت ستيتشر اللي هو بعد كده بيقول لك 23 اتحجزت فور سيبير مال نيترشن آآ يعني ستيت دي كان عندها سيفير مال نيترشن فإحنا علجناها بإيه بهاي بروتين بسرعة تمام وإيه واللي هو رابط كده تريتمينت فالبروتين بسرعة دوا لو دخل على طول هيعمل إيه تعمل هيباتك انكفالوبس لإنه أصلا السيفير مال نيترشن تعمل هيباتك ديسفونكشن والهيباتك ديسفونكشن مع البروتين بقى تعملك هيباتك انكفالوبسي بعد كده كان بيعملها عند إيه؟ عند سنة في السنة بيرمي الأشياء تمام لو سروا الأبجيكت وبيمسك الكوبة يشرب بيها تمام وبيقول باي باي الجد وكده يعني بعد كده بيقول لك ضيبات الكيتو اسيدوسوس بتتميز بإيه؟ انت عندك مقصة في البي اتش وعنده كتنوميا وعنده شجر أعلى من مئتين وخمسين جميل بعد كده عندنا بيقول لي ايه؟ اتنين يور اولد باي جاي عنده ريكتس معها بوليوريا ومينتل ريتارديشن وكاتركت تمام يبهوة قسقاح دي حاجة ريكتس يعني تمام وبيوليوريا ومينتل ريتارديشن وكاتركت مينتل ريتارديشن دي حاجة في البرين حاجة في ال�elled فدون من 3 حاجات أوكيلو سيربرو رينالة اللي بنسميه من؟ ليوي سندروم اما ليجنك سندرم ده كان عبارة عن فانكوناي سندروم مع سيستينوريا والفانكوناي سندروم ده كان عبارة عن إيه؟ عن completely هو هيفوفيسفاتيميان مع جople ground اللي هو الجولكوز ي Gibزر órم الح Ollie03 والبوتاسيوم حاجة ذي تمام Italy لا دون مش تابعنا خونس الاندلاقarn resistance طول فيتامين برضو مش طبعا هي هو اللوي سندروم اللي هو اوكولوس ريبرو رينال سندرون جميل بعد كده بيقول لي طفلة عندها اربع سنين امها جايباها لانها الان على الجروس بتاعها فهي لاحظت ان الجزمة بتاعتها اللي هو بتاع الشوز ما يرطهاش لمدة 12 شهر والنهاية لسه بتلبس نفس الهدوم اللي كان بتلبسها وهي عندها سنتين تلات سنين كده بس هي جنرالي هيلتي المنتال بتاعها نورمل تمام ولما جيت فحشتها لقيت ان هي عندها وايد سبست نيبل يبقى خلاص وايد سبست نيبل مين تيرنر على طول تمام وكمان اللي هو هيروناي مش عرف ايه المهمة وهو وايد سبست ايه نيبل وخلاص بعد كده عندنا الايه زم مست كومون اليوزد اندكس فور نيوترشنال استايت هو احسن حاجة اتابع بها نيوترشنال استايت هو الميد ابر ارم سير كنفيرنس تمام بعد كده بقى بيقول لي هو تزم مست كومان رينال انومالي انزز ديزيز اللي هو بيكلم تقريبا عن التيرنر يعني اللي هو الهورس شاب كديني دي انا اشهر حاجة نشوف اااا تمانية والطفل عندها تمانا سنين بتاخد فيكاس دلوقتي ابليجاتري تمام اااااant تمام المهم يعني شي Ehouse Compaemently Normal والبريست فيد بتاعها وماشي عالبريست فيد تمام ده حد الشهر اللي هي فات دوا اا اانجي لها دائرية مالدي دائرية لمدة يوم فامها ساعتها راحت موقفة لها البريست فيدنج خالص وبدأت ان هي تديرها بقى ايه الريد والحاجات دي اتاماما فبدأت انها ايديما مع رز والحاجات ديان دي حاجات اهيان كاربوهايدريت جامد قوي يعني يعني بتحتوي على الكاربوهايدريت اكتر تمام ولما بدأت فيها حصلها جنراليز دي اهيان اللي هي ايديما فديان اكيد مين طفلة مين الكوائش تمام ادي لبروتين ركوارمينت انزيس بيبي بتكون حوالي ايه؟ هو بقى سبدا كول وبيقولك ادي لبروتين ركوارمينت للطفلة عندها 8 شهور قد ايه اللي هو 2-3 جرام تمام؟ لانها لسه في اول سنة بعد كده بقى بيقولي ايه بزيس بيبي اشتكت من كيلوزيس وغولوسيتس فالفشر دي النتيجة ايه؟ نتيجة فيتامين بيتمين ديفشنسي اللي هو الريبوفليل بعد كده بيقولك الهيومان كولستروم كومبرد تول ماتيور الهيومان ميلك بيكون ايه؟ ان هو بيكون بيحتوى على الاميون اوغلوبلين ايه اكتر تمام؟ تمام بعد كده بعد كده بقى بيقولي طفل داون بيشتك من فيلور تو سرايف ما بيكبرش وعنده كرونيك دايرية وعنده ابدو من الديستنشن تمام؟ فانت تتوقع ايه ان هو يكون عنده سيليك ديزي سيليك ديزي نتيجة ايه؟ نتيجة ان هو عنده كرونيك دايرية هو اصلا الكمبليكيشن بتاع الطفل داون معينهم في كلمة ايه في اربع خمس حاجات كده اللي هو IR واتنين مناعة وقلب وعين وشلل IR اللي هو Recurrent Infection ريكورنت انفكشن I-L صراح I-L مش IR بل I اللي هي Recurrent Infection اللي لوكيميا اتنين مناعة اللي هو Silyak Disease والقطوامين سيروديس قلب بيكون عنده كونجين بيحصل له يعني هي هارت فيلور وكده يعني العين اللي هو بيكون عنده كاتركتومايوبيا والشلل اللي هي الأطلانتو الأطلانتو أكزيال السبلكسيشن اللي تعمل له مين برالسس تمام؟ فهنا الطفل دوان دوان جاي بكرونيك دايرية وأبدو من التستنشن فدي مشاكل فيش جيو اي تي وبمدعنا كده ان هو كان عنده مثلا ايه ان هو حصل وصيلي الجزيز بالمر جميل بعد كده بيقول لي اوزا فولوين كان كوز دايرية انت شايلد ما عادة في الطفل ما عادة التيسنج التيسنج ما تعملش دايرية ايه علاقة ما فيش عسنان ان هي تعمل دايرية لا ملاش علاقة تمام؟ بعد كده بيقول لي ايه الطفل نيوبورن كده نيوبورن انفانت يعني بيحتاج اوان اوف زا فولوينج اميديتلي افتر البيرس قالك اللي هو فيتامين كي احنا كان عندنا اللي هو الفات صولي بالفيتامين كانت بيكون كميتها وليلة جيدا عشان كده كنا بندي فيتامين دي عند شهريا تمام؟ وما كنتش مكتوب في كتاب فيتامين كي بني ادي عند كام فالفيتامين كي هو اللي بني اديه تاوت ما الطفل بيتولد اما اللي هي الفيتامين بي والحاجات التانية دي دي كانت ايه بالنسبة كافية يعني فالمهم يعني ان احنا اللي تدير فيتامين كي ايه تاوت ما يتولد جميل بعد كده عندنا طفل عنده ثمان شهور كان هيلسي قبل كده كان بيرضع رضاع طبيعي جاي بقى بفوميتينج وضائرية الفوميتينج قعدت ثلاثة ايام والضائرية لسه لحد دلوقت بقى لها 14 يوم فالمست بربابل دايجنوزيس هو ايه هو هنا مختارين الاكتوز انترونس ولكن انا شايف ان الاكتوز انترونس مش صاح ليه لانه لو كان الاكتوز انترونس كان من تساعة ما تولد كان هيكون عنده مشاكل كمان انها ممكن تكون مثلا انفكشن يعني الانفكشن لانه هو كان قبل كده بريفياصلي هيلسي تمام والانفكشن مثلا حصلت دلوقتي او مثلا مثلا ممكن يكون كاو ميلك اليرجي لانه هو طفل عنده ثمن 8 شهور فامو ممكن تكون دلوقتي بدأت انها تديله لبن من بره فممكن يكون دون هو السبب تمام لكن مثلا اللي هو الاكتوز انترونس والسيليك ديزيز والسيستيك فيبروزيس فالطفل اصلا من ساعة ما هو بدأ يرضع فالمشاكل بدأت تظهر عليه توت ما اللبن دون دخله تمام فهي ممكن تكون مثلا او كاو ميلك اليرجي ودي حسب اللي هي ستوري بس هما مختارين هالكتوز انترونس فانحنا نبقى نسأل ونشوفه برضو بعد كده معينا اللي هو نان اورجانيك نكتورنال انورسس اس ديوتو احنا ماخدناش في المنهاج نكتورنال انورسس قال له كان الضيبيتس ميليتس هو اللي كان بيعملها بس هنا ممكن يكون علشان ان هو نان اورجانيك تمام فهم اختاروا مثلا ان هو يكون عنده دلايت في في السفنكتر كنترول يعني مثلا شبا ما خدنا في اللي هو عيان الهايبو سيروديزمي كان بيكون عنده دلايت في السفنكتر كنترول فبرضو يعني ممكن ممكن اللي هو دلايت في السفنكتر كنترول ماشي برضو نبقى نسأل بعد كده معينا اللي هو الماظر بريزنت فور البريناتال كير واس كومبليكاتد ميديكال هستري اه اه اي اه شهر حاجة تعرض طفلها ان هو يخشف من هارت ديزيز اه مليتس لو الام دي عندها ديزيز فالطفل اللي بتولده بيكون وزنه كبير وبيكون عنده هابيجولايسيميا وبيكون ايه وبيكون عنده ومن ضمن الكنجينتال انومليس اللي هو الهارت ايه جميل بعد كده اللي هو طفل مولود لاما عندها ديزيز فجاي بسيزور بس لما جينا استنيله البلات شغر لقيناه نورمال جيدة طب السيزر ده بقى حصل نتيجة ايه بيقولك اشعر سبب السيزر غير الديابيتس اللي هو ايه الهايبوكالسيميا نوع يكون عنده نقص في الكالسيم نتيجة ان الام دي مثلا الديابيتس تمام فهي فاحنا عارفين ان الديابيتس بيع بي اه اللي هي الام اللي عندها ديابيتس ممكن يكون عندها برضه البنكرياتيس مضروب وكده نتيجة المناعة تمام فالبنكرياتيس تعمل لك هايبوكالسيميا تمام فالام ما عندهاش كالسيم فما تنقلش يعني ما تنقلش الطفلها فالطفل تولد عنده هايبوكالسيميا ممكن يعني انا جبتها كده يعني اه بعد كده اه بعد كده اه اه بعد كده عندنا ايه طفل مولود في اسبوع التسعة وتلاتين لو احنا الحمله الطبيعي تقريبا اربعين اسبوع فتسعة وتلاتين برضه يعني اللي هي مش مادري يعني عادية تمام احنا برضه كده تسعة شهور وحاجة اهو فده طبيعي المهم تولد وزنه الفين جرام اللي هو اتنين كيلو يعني فهو تشوفزة فولوينج ووت بي الابروبريات كلاسيفكيشن اوزيسو انفانت هل ان احنا نقول ان ده هو بريماتيور لا مش بريماتيور ده هو مولود في التسعة هو عادي يعني تمام هل نقول ان هو فريلو بيرسويت هو مش فيري لو اوي يعني ده هو اتنين كيلو يعني يعني هو تلاتة كيلو اتنين كيلو كلها محصلة بعضها تمام فهو لو بيرسويت يعني هو لو بيرسويت بس مش فيري اوي يعني اه تمام بعد كده بيقولك ايه طفل اه عنده سنة جيل امرجانسي روم بكونفالجن اه امه كان عنده جاسترو انترايتس لما جينا فحصنا الطفل ده لقينا ان هو سيفيرلي دي هايدريتيد ودراي وودي طنج سيتي عالبرين ظهرت انه فيه انتراكرينيال هيموريج فالإكسبيكت دوركتراليات الدستيربنس هو هنا مختارينها هايبرناتريميا ولكن انا صراحة انا شايف ان هي هايبرناتريميا الصحي لان هو دي هيدريتل تمام فاكيد فقط سوديوم كتير كمان ان انا عندي السوديوم لما يقل اللي بيعمل ايه بيعمل سريبرا الديمة والسريبرا الديمة تمام ممكن برضه تعمل انتراكرينيال هيموريج عادي يعني فمش عارفة هما بقى مختارينها هايبرناتريميا على اساس ايه تمام بعد كده عندنا اللي هو ديرينج الاساسمنت او في الايكيو او في السبع ايير اول دي بابي اتووز فاوند توبي اربعين في المية الايكيو بتاع الطفل دونت اربعين في المية فدون يعتبر ايه مودرت وانا جبتهم كده على بعضهم اللي هو عندنا من واحد لاربع وعشرين ده بيكون بروفاوند اا منتر لترداشن يعني اللي هو فوق السبير اصلي من خمسة وعشرين لتسعة وثلاثين ده بيكون سبير منتر لترداشن من اربعين لأربع وخمسين دون بيكون ايه مودرت بعد كده من خمسة وخمسين لتسعة وستين ده بيكون ميلد ومن سبعين بقى لأربع وتمانين دون بيكون اللي هو يعني اللي هو حاجة بسيطة كده خالص تمام اا تمام بعد كده بيقول اللي هو الفيرست مولر بتبدأ عند اللي هو ستة منصص عند الستة منصص لا عند سنة عند سنة البرمين انت هو وقصد اع البرمينيت تمام البرمين انت اللي هو عند pivotal سنته يظهر عند ست سنين تمام وبعد كده بقى عندنا 7 8 9 10 11 اللي هو السنتر واللاترل والقنين والفرست برمولر والسكند بلمورر وبعد كده عند 12 سنة مين اللي هو السكند مولر المهم يعني ان الفرست مولر هي اول حدا بتظهر من البرمينانتدوس بتظهر عند 6 سنين يعني بعد كده بقى بيقوله وقلناها قبل كده اللي هو عند 12 شهر عند 12 شهر اللي هي السنة يعني بعد كده الضيبات الكيتا السودوس بتتمايز بقى وقلناها قبل كده ان هو نقص في البي اتش وكتانوميا وهي بلاد شجر اكتر من الـ 250 بعد كده بقى بيقولي which of the following هرمون isn't one of anti insulin هرمون احنا كنا بنبسمقهم في 2C و 2G 2C كورتيزول و كاتيكولامين اللي هو الادرنالين يعني و 2G اللي هو جروس هرمون و جولوكا جول بعد كده بيقولي which of the following isn't the manifestation of the vitamin D toxicity احنا زي ما قلناها قبل كده اللي هو ال GIT والA والرينال والCNS فاللي ما فيهمش بقى اللي هو الهباته مجال which of the following is an early sign of the records اللي هو الكرينيو تابس دي اا اول sign تظهر على عيان ريكتز by which edge can a child make tower of 9 cub 9 cub ويرسم ايه دايرة اا تمام احنا عندنا كان 3-6-9 3-6 طور و 6 طور و ايه وتسعة طور اا تمام وصادهم بقى سنة ونص سنتين 3 سنين فالتسعة عند التلات مين سنين يبقى 3-6-9 وهنا بقى ايه 1 ونص 2-3 يبقى 3-6-9 و 1 ونص 2-3 ااة فهو عند 9 شهور بايه ايه يبقى كده سنه يبقى السنه بيكون عنده اثنين كاربالبون وبعد كده قلنا ترايزومي ترايزومي كان عندنا اللي هو الباتو والإدوارد والداون الداون 21 الباتو اللي هو 3 والإدوارد ده عنده 18 وعندنا بقى كلايند فلتر دون 6A كروموسوم ترايزومي أما بقى البندر ده ده احنا مش عارفين فاحنا نختار اللي احنا مش عارفين بعد كده كانت طابعة اللي كنا ما بصمجينهم في ايه في A B C D A B C D E تمام نهمت N H M T ال A A Chondroblasia ال B Blycystic kidney disease ال C Cungental spherocytosis ال D Von Volbrand disease ال E Osteogenesis imperfecta وال N اللي هو Neurofibromatosis وال H اللي هو Hunting Guten disease و M اللي هو Marfan وال T اللي هو Tyubrous sclerosis ال Osteogenesis ديان تبع أوتوزومة دوينان جميل بعد كده What is the false statement regarding Down syndrome ان هو بيكون عندنا Decreased في ان يقول full sickness لا ده كان بيكون Increased بعد كده 23 طفلة عنده 8 شهور جاء الemergency room jerky movement jerky movement وفي اللمبس يبا هو كده يعني حاجة شبه ال Convulsion كده تمام المهم يعني He has been on breastfeeding exclusively كان يعني كان بيرضع طبيعي فلايناه ان هو بيل بس ما هو ما عندهوش لفبرايل ولا اي حاجة ال Height وال Weight بتاعه عند Normal عند ال 50% يعني What is the next investigation to be carried out الطفل دول ممكن يكون امه مادتهوش فيتامين K فيتامين D قصد عند الشهرين تمام واهملت كده يعني فدخلت الطفل ان هو يحصله هايبوكالسيميا فالهايبوكالسيميا تعمل يمين فاحنا دلوقتي هنشوف مين السيروم كالسيوم يبا احنا هنشوف ايه السيروم كالسيوم تمام لان الأشهر حاجة تعمل السيزر غير يعني حالينا سؤالة بل كده لو بتاع الضيبات الزدوان اخترنا هايبوكالسيميا فهنا برضه هنشوف ايه اللي هو السيروم كالسيوم برضه ان هو بيعمل مين جوركي تمام بيقول لك بقى واحد ونص year old email البرزينتد ويسدي لايد وووكينج الاكسرية على الريست والهند اللي ان فيه هنا اكتف ريكتز الا براتري تشينجس في الاكتف فيتامين دي ك ريكتز اللي هو بيكون عنده البرزيروهيرمون بيكون عالي الباقي ده كله غلط لان الالكليين فوسفاتز المفروض يكون عالي الفوسفرس بيكون غليل والسيروم بيكون نورمل والمغانسيوم بيكون مين؟ بيكون نورمل تقريبا او عالي يعني بعد كده 5 year old boy كمبيلينج أوف كيلوزيس وجولوسايتس نقولنا اللي يعمل كيلوزيس وجولوسايتس وي وانجولارستوماتايتس اللي هو فيتامين بي تو اللي هو رايبو فليفين 27 كمبيرد وزي الماتيور بريست ملك كولوسترم بيحتوى على إيه لس لكتوز لس لكتوز لس إيه لكتوز قلنا بقى اللي هو الجلاتوزيمي اللي هو الفات سوليبل بيكون قليلة بعد كده هواتس بيحتوى على 67 كالوري بير ملي و 1 و 2 من 10 بروتين و 3 و نص فات و 7 كارباهيدرات اللي هو الكارباهيدرات 7 الفات نص السبعة 3 و نص و البروتين نص 3 و نص و 1 و 2 من 10 تمام بعد كده هواتس اللي هو إن إحنا بنمشي بنقيس معدل مين اللي هو الويتجي عشان نشوف البرست ملك دوان اديكوات ولا لا 37 يعني إحنا ممكن الطفل يكون أهل و مش عارفين هنا ضيابيتس ويجي مرة واحدة كده بعرض اللي هو الديابيتكي تواسدوس أما الباقي ده غلط لأن البلد بي اتش لو هي أقل من 7 و 14 و 10 ده مش كيتو اسدوزيس ده أقل من 7 و 3 مش 7 و 4 تاني حاجة اللي هو البلد كيتون هو إن الإنسولين لأ ده الكيتون بادي بيكون عالي البوست براندي البلد جولوكوس بيكون أعلى من 120 لا ده أعلى من 200 التريتمينت بيعتمد على غلط لتحجير كيف يفعل اتشجئل غلط إلى تعريب ون ده أعلى من 7 إنسولين أما تعريب المقبل ده أعلى من 6 من 9 قبل كنا بدون المقبل الدولد كنا بدونة المقبل الدوليشن لدينا شئة يحدني الي هو وليام السبع الي هو وليام السندرو كرمسوم رقم سبع هو المضروب ودي جورج إيه السندرو مقطع الي هو 22 كرمسوم مضروب بعد كده عندنا اللي هو الطفل اللي بيقعد وزود سابورت وبيرول بص احنا لما لقناه بيقعد من غير سابورت فقلنا مثلا ان هو دوان الشهر السادس ولكن لما لقناه كمان بيرول أوفر فرون برونتو الصوبين اللي هو بيتشقلب كده فدوان ايه الشهر التامن يباحنا هنختار ايه الشهر التامن بعد كده which of the following isn't an age appropriate for hearing any young children ان الطفل بيترنل هادة توصى عند سن 12 شهر لأ ده هو كان اللي تبع الهيرنج والحاجات ديان كان ان هو بيقول لي ان هو بيفهم كل حاجة وبيقول كلمتين ثلاث كلمات تمام تمام بعد كده اما بقى اللي هي بتاعت الترنل هادة توصى ويند ديان كان ايه كانت عند تقريبا لست شهور آآ ست شهور آآ ست شهور بيترنل هادة توصى وبيترنل هادة توصى لأ هو ترنل هادة توصى ويندس ذات نفسه اللي هو اربع شهور الصوفت الساويند بقى اللي هي ايه اللي هي الست شهور تمام تمام المهم آآ عندنا بقى اللي بيقول لك ايه آآ واحد اسم وحمد عنده 15 شهر طفل اسم وحمد يعني عنده 15 شهر آآ his mother went to the doctor because he has no teeth and has deformity during standing اللي هو بوليج ماكروكفالي خلاص يبقى واحد وكمان باو انجليك وماكروكفالي وفرانتال بوسينج وبرودينج في الليمبس والمشعرف ايه يبقى دوعا ايه ريكتس ويش فوات ارز الابوراتوري فايندينج اكسبكتب ان ذي ستشايلد ان احنا نلاقي القلائم فسفاتي زمين عالي لان الباقي ده كله وقت السيرم لازم يكون نورمل الفسفات بيكون قليل والحاجات دي انا ايه خلاص بعد كده فدوان يعني ايه ان سبعة وثعين من الاطفال اقل منه تمام والمفروض بقى ثلاثة في المية هو اعلى منه بعد كده بعد كده بعد ثلاث سنين اللي هو واحد وثلاثة من عشر الواحد بعد كده بعد كده زي ما قلنا بقى ان السفيروسيتوسيز دي انتبع الاوتوزومة الايه؟ اه 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 ان هو يكون عنده نورمل بيبي ان هو يكون خمسين في المية يعني اللي هو ايه اللي هو ار كابتال ار سمول يعني ان الاب يكون ار كابتال ار سمول فكده خمسين في المية من اطفاله هيكونوا ايه اه هيكونوا ما عندهمش المرض يعني او او مش حكاية خمسين في المية ان في كده حد من اطفاله ممكن ما يكونش عنده المرض لو هو مثلا الجواز برضو واحدة ار كابتال ار سمول او الجواز واحدة ار سمول يعني ان هي معنداش خالص او عندها الديزيز بس برضو ايه متناحي يعني اللي هي قصدي اللي هو بيسموها ايه اللي هو هيتيروزايجوس يعني اللي هو خمسين في المئة بعد كده اللي هو الادفانسد بون ايج غلط هو اصلا بيكون عنده دي لايت في البون ايج تمام اما الباقي ده صح اللي هو ويدلي سبيسد نيبل ان هي بيكون عندها ويدلي سبيسد نيبل وعندها هورس شو كدني وعندها شورت استيتشر اهيا وابسنت في الصين اوف البيوبرتي بعد كده تسعة واربعين ان فيه هنا هايبو سلاميك او جناتك سندروم ممكن تسبب اوبزيت في الطفل فبقى which one is incorrect قالك اللي هو الطول استيتشر الطفل الاوبز غالبا دايما يعني بيكون ايه بيكون شورت استيتشر ما بيكونش طول استيتشر فطول استيتشر ما تعملش اوبزتي بعد كده which is the following isn't helpful for the initiation of successful breastfeeding اه بيقول لك ايه بقى اللي ما بيساعدش في ان الام تبدأ successful breastfeeding قالك ان انت تتأكد ان الام ارتحت بعد ما ولدت لا احنا بنسيبش الام ترتاح ان احنا بنخليها تبدأ في انها تردع ابنها بعدها بنص ساعة على طول تمام فديا ايه غلط بعد كده recurrent diarrhea in quash may be due to اه ايه قالك انه يكون عن طفل القواش ده ان ممكن يكون عنده lactose intolerance نتيجة انه هو بيكون عنده نقص في البروتين فنقص البروتين ده وانه يسبب انه بيكون عنده نقص في الانزيمات الهاضمة الdigestive enzyme اللي من ضمنها lactase enzyme فيسبب lactose intolerance بعد كده which one of the following is true for excellent recessive disorder قالك ان الجيرلس دايما يعني عادة بيكون carrier بعد كده الكاوس ملك can be introduced the into the child diet at which edge اللي هو في عند ال 12 شهر لان احنا قلنا ما ينفعش نديله عسل في اول سنة وما ينفعش نديله كاوس ملك في اول سنة برضه وما ينفعش قديله عصير في ايه عند 4 شهور تمام بعد كده اللي هو الطفل بيمشي قصدي بيوقب ويداون الستيرز بيطلع وينزل السلم ينزل خلاص نزل السلم يبدي السنتين اللي هو 24 شهر بعد كده اللي هو نقص السيرويد هيرمون نقص التصنيعه يعني او نقص الايودين او ايه او ان هي الام بتاخد انت سيرويد درج فهنا نقص تصنيعه بعد كده بعد كده بعد كده قولنا من اتنين تلاتة ايه جرام لكل كيلو جرام بعد كده او نقص التصنيعه البيكويكيان سندروم وكمان نتيجة كده نتيجة ان هو مش عارف يتنفس تعملك هيبوكسيا اما في الهارت بقى ان هو يكون عنده ايه كارديوميجالي وهارت فيلور كارديوميجالي وهارت فيلور اسمها ايه فيه او نقصت اليجة اللي هو الكنجينتال ضحي لو هيبوبليزيا هو قصف يا جماعة ولكن الكنجينتال ضحيبر بليزيا دينا بتزود الاند路جين ما بتزودش الكورتيزول تمام؟ لكن زيارة الكورتيزول دويها يعمل شورت 했습니다 حسين انا عملة اواهقو ابدا اعزروني بعد كده 35 سنتيمتر في البرس المهم يعني 43 سنتيمتر عند السن كام احنا كنا بنقول بقى ايه اللي هو 35 تمام 50 15 35 دوان عند البرس 50 عند 5 سنين 15 عند ايه عند قصدي 55 55 دي عند ال 15 سنة فقلنا عند ال 50 دي نقص 2 وزود 2 نقص 2 يبقى 48 وزود 2 يبقى 52 تمام قلنا دي 5 سنين فهنا بقى يبقى 3 سنين وهنا يبقى ايه 8 سنين بعد كده عندك 48 نقص 1 يبقى 47 يبقى دوان ايه عند ايه عند سنة 47 نقص كمان اتنين يبقى ايه يبقى 43 عند 6 شهور فهو 43 عند 6 شهور انا حسنا انت واهتك والله بس هو كده يعني بص مجاب كده ما علينا بعد كده عندنا ايه بيقولك هوات الزا order of development هوات الزا order of development of secondary six or character stick في الايه في الميل قالك النواي testicular development في الاول وبعد كده public hair بيظهر وبعد كده axillary hair وبعد كده bird وبعد كده ال bird تمام يبقى اول حاجة testicular development وبعد كده اللي هو public hair وبعد كده axillary hair وبعد كده ال bird بعد كده عندنا how much is the increase in the height of the first year قلنا ايه 25 لانه هو عند عند تووتنا بيتولر بيكون 50 سنتي وعند السنة بيكون 75 فالفرق بينهم بيكون 25 فدول اللي بيزيدهم في ايه في اول سنة بعد كده هوات الزا order of stay old children الشالدرن اللي هو ايه? 20 آآ زي ما كلنا بقى انها هانمشي بقانون اللي هو ايه الوزن بعد 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 سنة بقيسو باللي هو ال ايج في ال ق NAS تمام بع كانت القديم بقيسو اللي هو في ال ايج في 9 قصدي زي ال تسعة زي التسعة على ال اتنين. لبلAyZaa 9 على ال اتنين. confirma G$ على ال اتنين بلاي ده صوت لسه موجود مع الويلة البيبي كان عنده L.O.C.A.R. وقال بخلاص على طول دوان طفل دوان فاهي ما لانا لنرى بسيطه مع دول فيه ما يكون عنده هابوتونيو بعد استيار هذا اليوم قولنا بقى التي هو بيكون عنده دي لائت أصلا بعد كده بنت صغيرة عندها اديمة في الهند والفيت اللي هو اللي هو اللمب اديمة وقبر اللمب يعني تمام في الاطراف يعني فإلا أنا بتوقعه ان الطفلة دي يعني يكون عندها تيرنر لان تيرنر بيكون عنده اديمة نتيجة اللي هو اللي هو اللمب في نود ايه وبستركشن بعد كده هوات الزن اللي هو الليتامين ديمين بيقول لي بقى لو طفلة عندها الصوديام بتاعها مية وخمستاشر ميلي جرام برديسليتر في ايه كميت بقى الصوديام اللي احنا هنحتاجها قلت مية وعشرين ميلي اكوذولم صراحة بقى انا مش عارفة يعني جايبونها ازاي دي بعد كده ضيابيت اسمي الاس الاس بيزولتي ان دستيربنس وفهيويتش اوزا فولوينج الفات والقعبايدريت والبروتين كله هوات الزن ادج ادج الانفانت بياتشيف الهيد كنترول هوين رولد بولد توسيت هو هنا مختارين ثلاث شهور في احنا كنا عارفين ان هو عند شهرين ثلاث شهور كده كان بيكون held erect with main head support اللي هو بيعود كده بس حد بيكون من سناته شوية تقريبا المهم زاد شايلد هو continue to search for the object الطفل بيبدأ ان هو يبحث عن حاجات عند سن ايه 9 شهور اللي هو بيصحف يبحث عن حاجات وكده يعني بعد كده اللي هو عند ايه عند سنتين بيكون بقى كل السنان ايه حصل لها ايه ربشن يبا عند السنتين بيكون كل السنان ايه حصل لها ايه ربشن بعد كده طفلة عندها اربع سنين عمل surgery اللي اندوكراينال كاشن دفست اه is short for his edge يعني المهم يعني المهم يعني هاد هيستوري وفي الساوين ديلايك سيرجيكا ريبيرد اندوكراينال كاشن دفست يبا هو كان عنده مشكلة في القلب هين اللي هي اندوكراينال كاشن دفست وهي عنده كمان اندوكراينال كاشن دفست اه تمام فدي الحاجات دي كانت كانت كونجينة الانوملس بيضحة حصل مع الطفل مين اتداون تمام اللي هو كنا بنقولهم ايه مش فكرة صراحة اللي هو قلب وامعاء وكلا وغضة سيرودية قلب اللي هي الكونجينة الهارتدزيز دي تمام اللي هو الـ الـ وهو الديون الأتريزيا والإمبرفوريت إنس والهيرشي سبيرينج ديزيز وكلا الرينا اللي هو الرينا الإمبرمينت وغدة سيرودية اللي هو كونجينة الهايبوسيروديزم بعد كده ذا فولوينج إزمتي كاراكتوريستيك فيشر لطفل يعني الدون اللي هو أنه بيكونش عنده لارش تنج ده هو بيكون عنده مايكرو جناسيا فبتخلي أنه يكون عنده بروتوريوت الدونج اللي دينجو كوزه في الدس فيه اللي هو رسبيراترينفكشن كان عندنا اللي هو أشهر سبب للدس بتاع طفل دون اللي هو الأكسنت اللي حدثة نتيجة أنه مش عارف هو بيعمل إيه فممكن يمشي في طريق يتص ولا حاجة الثاني حاجة اللي هو الإنفكشن وممكن يكون معها كونجينة الألوميليس وممكن يكون معها إيه لوكيمي بيقولك بقى ليلى عندها عشر سنين جاية هي أمها يعني بتشتكن هي عندها جينينج ويت المشكلة دي بدأت من سنتين يعني وهي كمان أطول واحدة في فصلها يعني بيقولك إيه بقى هي إكسلانتي بيقول جدا ممتازة يعني ولكن هي بقى لها شوية ما بتروحش للمدرسة بتقول إن هي بقتش تروح علشان الأطفال بيتنمروا عليها وبيقولوا إن هي يعني إيه تخينة وكده فإيه المستلايك ليكوز أوفل أوبيزتي إن هي سيمبل أوبيزتي هي أصلا بتاكل كتير فإيه فزالت في الوزن يعني لأنها كانت طبيعي قبل كده تبقى الأطفال اللي إحنا نقول هلأ نياد بطل أكل بقى شيبسي وكاراتات وحاجات كده بتتزود يعني هي ماشية ريدوكشن الفاست فود وتتزود بقى إيه الفيزيكية الأكتيفتي شوية تمشي شوية بعد كده اتنين ويكي أول إن يونيت إسين في البيدياترشيان أوفيس المهم يعني إيه فور بور إيتين المواظر ريبورت إن هو منذ الولادة طفلها بينام كتير والفويس بتاعه بيقول لك زي فويس توايس أدي تقريبا يعني ما بيطلعش له صوت ألا مرتين في اليوم ماشي يعني يعني ما بيعيطش كتير بيعيط شوية صغيرين المهم يعني بس هارد ستول كمان عنده كونستيباشة ويقام بيش وآ ويípو reciقال كونستيباشة كان عند الخمسين سنتائل فور وأييد والتمبراتشر بتاعته 35 هي إيه هايبوسيرميا هي اللاهرة rein 75 بيت بير منت آ آ آ آ خمس وسبعين بيت بير منت آ آ آ آ آ تمام والرزباراتر الرييت 35 بيت بير منت يعني عنده هايبرب في فنتيباش عندها جوندست هي كمان لسه عنده جوندسد آ آ آ ويه عندها اللعرض gen فاغنال فونتانيل المهم أن الحاجات دي كلها ييه هايبوسيرودي المهم يا فالمست لايك لديجنوزيس كونجين تلمين هايبو سيروديزم بعد كده بعد كده ان هي يكون عندها ايه هنيعمل لها بقى السيرويد اللي هو الهرمونة السيرويد هرمون فونكشن يعني بعد كده قصدي اللي هو السوديام ايه اللي سيروكسي